السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شرطكنوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة الينا اليوم راحين نشوف دور رهيب جدا اللعبته على النت ضد ضد لاعب تصنيفه 2800 هذا اللاعب اسمه سينا ايران او هيك اسمه او هيك هو مسمي حاله يعني ما عرف تعرفه شو اسمه على الواقع او قدش تصنيفه على الواقع بس تصنيفه على النت 2800 هو من افضل 100 لاعب على الموقع اللي كان يلعب فيه واكيل حله كتير قوي يعني انا وقتا كان تصنيفه 2600 وقتها 2600 هلأ صار 2600 وثلاثين شلون بس طبعا انا نزلت على 2600 وثلاثين صرت 2590 يمكن single would be easy to reach alla بهذا كتير كثير انا الان رجعت انتدرب وعم لاحظا جد يعني انه It's paying off يعني عن جد الموضوع بيسوي عن جد التصنيف عمير تفع كتير وإن شاء الله أنا حاط هدف إنه نهاية السنة وصائف 7100 والسنة الجاية فوت أبواب أو فوت 3000 من أوسع أبواب إن شاء الله السنة جاية على 3000 المهم خلونا نبلش بالجيم اللي عندنا يا هذا كان game bloods 3-0 واللعب مبارح وهذا كان يعني أوكي ما أرخي نحكي لكم ش نحكيها لا ولا بنهاية الحلقة بنهاية الحلقة خصمي يبلش بالإي فور ومعروف إنه أنا بلشت ألعب الكاروكان تقريبا صلت ثلاثة أشهر ما أخده كافتتاحي الرئيسي ضد الإي فور وعملنا كورس عنه عملنا كورس عن الكاروكان ممكن إنك تشيك عليه حتلاقي الرابط بالوصف وصلتنا كثير ريفيوز أو مراجعات من أراء الناس اللي أخذوا الكورس الشي اللي كل الناس اتفقت عليه يعني الناس اللي أخذوا الكورس إنه اللاينات عن جد كانت كثير موفقة اللاينات اللي أنا حطتها بالكورس كثير سهلة وما ضروري إنه إنت فيها تعطيه وقت أو جهد يعني بالحفظ لأي الحالة بتفوت بوخك غصبا عنك وكثير سهلة يعني بتفوتك بتفوتك من الجيم أفكارك واضحة المهم بعد إي فور سي سي سكس خصمي إجا لات أف ثري وأنا لعبت الدي فايف وأجاوهوهو النات سي ثري هاي اسمها التونات سفرياشن أنا أكلت على الإي فور هلا بها هذا الوضع أكتر نقل ملعوبة هي البشوب جي فور فيه كمان نكتاكو الأول بعد أن تجي بشوب جي فور ونكتاكو الأول بعد أن تجي بشوب أف فايف وفيه نكتاكو النات أف سكس هلأ نات أف سكس أكتر واحدة ملعوبة على مستوى الجراند ماسترز وأنا أبدا ما حبيتها لأنه هون أوه هلأ كلها هي اللينات سي كتير ممتازة للأسود بس لين هون كتير مستفزة لهوي لاين الإي فايف بعد نات على الإي فور هاي الأكلة ما بها شي الدي ثري والدي فور ما بيهون شي نقلة هون بلعبوها المحترفين بس هي نايت إي تو نقلة كتير غريبة السود هون بيكمل بكوين بي سكس مهدد معت وبعدين دي فور والليين بيكمل ما بعرف شو بيشب هون إي سكس سي فايف نات جي ون والله العظيم الليين بدي حفظ خير الله أنا قلت معلم انسى كل شي وما راح أطلى نات أف سكس راح ألعب هون النقل اللي أنا شاريحه بالكورس اللي هي دي تيكس إي فور الفكرة منا أنه بعد نات تيكس إي فور ألعب نات أف سكس وأفوت بلعينات بتشبه لعينات الترتكور اللي هو بيطلع من الكلاسيكال فرياشن اللي كلاسيكال فرياشن أنه هون الأبيض يلعب دي فور وهنلأ يجي نات سي تري هادا كلاسيكال فرياشن هون إحنا منأكل بالكورس تبعي ومنطلع نات أف سكس وبعد ما ياكل منفوت بالترتكور رعنا دابل بونز لكن بيساعدونا بالدفاع وبالهجوم حسب شو الخطة اللي راح ينمشي عليه هادا اسمه الترتكور فرياشن ومنفوت في بهاي البون ستركتشر أنا قلت معلم بالكلاسيكال راح ينلعب على نفس البون ستركتشر بالضبط وعن نفس تشكيلة البارق راح ينفوت بنفس اللاين هون نات أف ثري دي فايف نات سي ثري راح ينأكل ونطلع نات أف سكس هون هو أكل وأنا أكلت إي تيكس أف سكس والفكرة أنه راح نرجع للاي نات الكلاسيكال بالضبط هي هي بس الفرق أنه في حصان على الأف ثري وهذا الشي من مصلحتنا وراحين يشوف شنون أنا استغليته بهذا القيم خصمي هون لازم يلعب دي فور ما عنده حال تاني دي ثري أسوأ من دي فور دي ثري بتسكر على هذا الفيل وبتخليه ينجي على مكان باسف اللي هو الإي تو فعالة هون الأبيض يلعب دي فور مشان ما يضطر يحط فيه على الإي تو بل يحطه على دي ثري وبيكون هو ضرب على الأت سبن خصمي لعب دي فور بهذا الوضع وأنا كملت بيقل بشوف على دي سكس هلأ بهذا الوضع أنا أفكاري أنه حط الفيل تابع على دي سكس بيت قصير وجاب القلعة على العمود المفتوح خصمي لعب سي ثري اللي هدفها أنه هي تحمي الدي فور أنا بيت قصير وبهذا الوضع خصمي لازم لازم يلعب بشوف على الإي تو هلأ هون بنيجي لها النقطة لأنا قلت عنها قبل شوي أنه خصمي ما كان منيح أنه هو لعب التو نايت وفات بلاين دي تيكس إي فور وبعد هيك أكل على الأفسكس لأنه هون بعد بشوف دي ثري اللي لعبه هو كان مفروضه يجي بشوف إي تو بس بشوف إي تو شوي باسف هو كان مضطر يلعبه هلأ بعد ما عجب بشوف دي ثري أنا كشيته من الإي ايت وهنا منيجي لشغله أنت بترجع بشوف إي تو وبتخسر نقله يعني بنيجي كينغ أفوان يعني نفس ما صار بالقيم هو بديجي بشوف إي ثري وهلأ حنيجي للمشكلة اللي صارت بعد بشوف إي ثري هلأ هو اللاين الرئيسي الكلاسيكل هو إي فور سي سكس إي فور سي سكس إي فور دي فايف نسموه نات سي ثري تيكس تيكس نات أف سكس تيكس 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 وهلأ هون سي ثري بشوف دي سكس بشوف دي ثري تبيض قصير وين سي تو روكي ايت نايت اي تو فالفرق أنه الأبيض بيكون حصانه على الجيوان مشان يغطي الكشة بنايت اي تو وبعد نايت اي تو اتش فايف هذا اللاين هيك بيكمل بس الفرق بين هذا اللاين ولاين التوني نادس اللي خصمي لعب ليه أنه خصمي حصانه على الأف ثري فما كان عنده خيار رئي غير أنه هو يغطي بالفيل هلأ بعد ما إجابش بشوف دي ثري ولما غطى بالفيل هون أنا استغلت هاي النقل ضغري وشيت بشوف أفور وهنا منيجي للمشكلة اللي خصمي عانا مننا بالجيم اللي هي بيدق الإي ثري أنا هلأ طالب بيدق الإي ثري بش بارق إنه يحمي بكوين دي تو كوين إي تو ممكنه بس مشكلته أنه بتحط حرك بربط فهو يتجنب الربط وإجا كوين على الدي تو أنا أكلت على الإي ثري وخصمي من النقل 11 فات ببوني ستركتر ضعيفة اللي بارق تبعه تعتبر أسوأ لأنه الإي ثري مانو محمي وفي ربط يعني فالوضع شوي أسوأ كان عن خصمي أنا هون جيت كوين إي سابن طالب البيدق هذا مرتين فأجبار إنه هون شوي لعب كينغ على الافتو وبعد كينغ على الافتو ووضح ما نوضع أسوأ من الثاني أنا هون كملت بي البشوب على الإي سكس ضغط على الإي تو من أفكار بشوب على الإي سكس إنه أنا بدي إيجي بشوب دي فايف بشوب إي فور وخلي هذا البيدق ضعيف وبيدق متراجي يعني نفرض أن هون إجي هيك نقلات عادية رح حط في لي هون بعد ما نكسر الإي ثري ضعيف ممكن إيجي نايت 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 أو نايت وأتم أضغط عليه جي فايف جي فور يعني الفكرة أنه الإي ثري تم بمكانه هلا عادة الطرف اللي عنده بيدق ضعيف بحاول يخلص منه بأفكار نفس إي فور مثلا ويدزه ويبطل ضعيف يصير مدعوم يعني أو ممكن يندعم بس أنا بحاول كأسود أو كحد عميل عب ضد البيدق ضعيف فإنه ما خلا يتقدم فمشان هيك لعبت عن هاي الخطة خصم إجارك على الإي ون وأنا هون لو كملت بفكرتي فبيلعب لي إي فور فقلت معلم إنسى رحيني جي نايت على الدي سابن لعب لي هو هون إي فور أنا جيت كوين على الدي سكس مشان ما أحط حالي بربط مزعج خصوصا أنه القلعة هون هلأ جيت على الدي ون ممكن أنه هذا العمود عفوا على الإي ون ممكن أنه يفتح بأي وقت جينا بالوزير على الدي سكس إجا هو هون كينغ على الجي ون مشان لو لو اضطر أنه يحرق حصانه أي مكان مثلا هيك أو أي مكان الوزير يكون ضارب الوزير بيكون ضارب الأشتوفة الملك يكون حامي غير إنه الملك أصلا كان مكانه غلط على الأفتوفة إجا كينغ جي ون حامي البيدق ومأمن الملك تبعه أنا كملت هون بالنايت على الـ F8 اللي فكرتا أنه أنا بدي أحط حصاني على الجي سكس بعدين على الـ F4 لو يعني أمكن الموضوع وكمان أنا بدي أجي روك للـ E8 بس في حصان هون مسكر على القلع فأمني جينات F8 روك على الـ E3 روك على الـ E7 مشان ندبل على عمود الـ E جينا روك على الـ E8 وهون هو إجا كين على الـ F2 هلأ هو هون لما حرق قلعته بيدق الـ E2 بطل محمي فأنا هلأ هون أكلت على الـ E2 بكل بساطة أنا ما أكلت هون فورا لأنه كنت خايف من هاي النقلة اللي هي E5 فجينا هون أول شيء وبعدين أكلت على الـ E2 الأول خصمي كان ممكن يجي روك هون بكل بساطة ويسترجح البيضق تبعه يعني easy بس هو ما عمل هيك وهو لعب E5 وفتح الوضع ضغري أنا أكلت على الـ E5 هو أكل DxE5 وجينا بهذا الوضع كوين على الـ H6 مشان الملك يكون حامي هاي الخانع وما أضطر أنه يعني خاف على الملك أكتر من هيك بعد كوين على الـ H6 خصمي إجا نايت على الـ D4 غريبا هدفوا أنه يجي روك على الـ H3 أو روك على الـ G3 أنا بهذا الوضع جيت بيشوب على الـ E6 مشان أمنع هاي الفكرة لو أنت بدك تاكل تمام كول بس أنا آآ باكل بالوزير أو بالقلعة عادي ما بتفرق وخففنا قطاع وطول ما أنه أنا عندي بيضق زيادة وخففنا قطاع وإنت عندك بيضق بيضق يا الله على الكلجاتة اليوم وإنت عندك بيضق ضعيف اللي من الافتتاح أنا عبر سوم له أنا وضعت أمون فبعد بيشوب E6 وهون لعب H4 اللي تعتبر شوي نقلة غريبة أنا هون كملت بالرق على الـ D8 اللي هدفه أنه أنا ألعب C5 وأبلش أضغط على الفيل إلي على الـ D3 خصمي كمل برق على الـ G3 وأنا جيت روك هون أنا مهندد C5 بعد ما تحرك إحصانك أكل هون تمام فبعد روك على الـ D7 C5 تهديد خصمي كمل بيالبيشوب على الـ F5 وأنا هون لعبة C5 الآن صح أنه C5 بهذا الوضع ما أنا مهندد شيء بس تجبر شوي التكسيرات أكل هون أنا أكلت هون وإجا نات F5 لو بده يأكل أنا بأكل أموري تمام وإجا نات F5 مهندد الوزير أنا جيت كوين على الـ D2 طبعا كل شيء ما أحمي هلأ لحصان حامل G7 وكل شيء ما أحمي بعد كوين D2 أنا بدي أكسر وزراء هو هون إجا روك على الـ E2 ما أحب يكسر لأنه لو كسر القلعة تابية رح تكون سوبر أكتف على صف الثاني والجيم خالص يعني ما لكه كثير مكشف فإجا هو هون روك على الـ E2 هدا الوزير تابعي كشيته من C1 طبعا لو أنت هون بدك تيجي بالوزير فغلطت أنه عندي روك هون ولو جيت بالقلعة كمان بيجي روك هون مهدد لو بدك تأكل أنا بأكل بالقلعة والوضع يعني كثير سيء هاي كشمات رح تكون بعد روك H1 هاي كشمات فاللي صار هون أنه خصمي بعد كوين سي 1 طلع ملكه على الـ H2 وأنا جيت روك على الـ D1 مهدد كشمات من الـ H1 هدا الوضع خصمي إجا روك G4 هلا أهدف روك G4 أنه لو كشيته يطلع على الـ G3 خيار ثاني كان ممكن هو كينغ H3 بس هون غلط تعتبر كينغ H3 لأنه عندي H5 H5 بمسك خانة الـ G4 وبعدين روك هون جاية جاية والجيم خالص ومشان يعني خصمي إجا روك على الـ G4 ومشان يحط ملكه على الـ G3 أنا لعبته بهذا الوضع روك H1 تشك ينق على الـ G3 نقل إجبارية روك على الـ D3 تشك طبعا هون هو هون لازم يجي نات E3 روك E3 ممكنة بس عندي روك F1 اللي لعبته بالجيم بس بيوضع مختلف شوي هلا هون خصمي إجا نات E3 وأنا جاية روك F1 الفكرة أنه أنا مهدد الوزير الوزير ما له أي مكان ينرو عليه وما بتقدر تاكل لأنه الحصان مربوط وبعد روك F1 الجيم كان خالص هلا نفس الشي هون لو أنت جاية روك أنا ممكن يجي روك هون عفكرة روك هون الجيم لازم يكون خسارة يعني ولا أو أنا غلطان كيف ما يجاو هون روك E3 تعال كيف ما نشايفه أنا أوكي روك F1 روك F1 بتكسب أفضلية 6 بيحكي لانجل على الفكرة أنه هون روك هون ما في عندك مات اللحصان ماسك كل شي هون والله اللحصان أنه كفو المهم اللي صار بالجيم أنه ما أجا روك E3 أجا نات على E3 روك أفوان أعطيني الوزير الوزير انصاد الوزير ما عنده أي مكان يروعد أكل على الأفوان أكلت على الأفوان أجا روك على الأفتو أعطيني الوزير عساس أنا أكلت مع تشك وبعدين أكلت مع تشك كم مرة واستسلم هو هون الوضع كان خالص بعد بعد كوين أفوان لأنه أنا هو مادة القلعة وما عنده أي مكان يروع عليه فزاح على الأفتو أكت لحصان مع تشك وبعد روك تيكس أفتري هو نستسلم والجميل أنه أنا كنت عم حظركه كثير تسرعي يعني أنا يمكن صرفت بس ديئة وعشرين ثاني هو صرف كل وقته لأنه أنا عن جد عارفي لاينات وعم بلعب على أفكار سهلة وهي الشغلة اللي عن جد أنا كثير حابة بالكاروكان اللي ما شفتها بأي افتتاح تاني أنا بلعب استقلي من الزمان دائماً بفوت ميدل جيم بيخسر بالميدل جيم فمشان هيك أنا حالياً كثير حابة بالكاروكان وإن شاء الله مستمر عليه بتم أطوره يعني باستمرار وبإذن الله يعني منحاول إنه نحترفه أكتر المهم شكراً لكم مشاهدة هاي المباراة كانت أفضل مباراة بتاريخي يعني هذا كان أعلى مصنف أنا أغلبه بحياتي وكان إنجاز كثير رهيب يعطونا رأيكم بالجيم إن شاء الله يكون الجيم أعجبكم لايك شير and subscribe and we will see you in the next video وما بعرف لش أنهيت الفيديو بإنجليزي يعني بس أنا هنا بالإنجليزي شكرك على مشاهدة مشوفك شاء الله بالحلقة القادمة إلى اللقاء جميعاً وسامحونا على الكلجات يا الله الكلجات المهم أنا بشر وأنا إنسان وسمي الإنسان إنساناً لكثرة نسيانه المهم يلا إلى اللقاء جميعاً سلامات عمزة لن الفيديو صير 14 و 14 سلامت عمزة لنهي كأنين بسنتي